مونيس باس دابخونت الساج يرحب بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للمستوى الأول إعدادي إذن هيا بنا أعزاء التلاميذ لنبدأ معكم شرح هذا الدرس درس اليوم هو تكميل لدرس المعادلات رابط الدرس السابق ستجدونه في صندوق الوصف قبل أن نبدأ معكم درس اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد 5x تساوي 17 هذه معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد وهنا المجهول هو x حل هذه المعادلة يعني إيجاد قيمة x المعادلة تعني متساوية وفي كل متساوية هناك طرفان هنا الطرف الأول 5x والطرف الثاني هو 17 لكن ماذا تعني 5x؟ 5x تعني 5 مضروبة في العدد المجهول x دائما حين يكون لدينا عددا واحد معلوم وفي هذه الحالة 5 هو العدد المعلوم وعدد مجهول وهنا x إذن 5x نفهمها مباشرة أنها تعني 5 مضروبة في العدد x نعود إلى معادلتنا 5x تساوي 17 لكي يبقى فقط x في الطرف الأول يجب أن نزيح 5 من هذا الطرف إذن هنا لدينا عملية ضرب ستصبح قسمة في الطرف الثاني وحين نقول عملية قسمة يجب أن نعرف مكوناتها يعني ما هو المقسوم وما هو المقسوم عليه إذن لدينا هنا العددان 5 و17 من سيكون المقسوم ومن سيكون المقسوم عليه إذن العدد الذي يوجد في الطرف الثاني يكون هو المقسوم والعدد المضروب في x يكون هو المقسوم عليه بمعنى نكتب x تساوي كسر الذي بسطه بالنسبة لهذا المثال 17 ومقامه 5 البسط دائما يعني المقسوم والمقام يعني المقسوم عليه نؤثر هذا الحل x مقسم على 4 تساوي 38 هذه معادلة بمجهول واحد هو x وبالطبع معادلة هي عبارة عن متساوية الطرف الأول لهذه المتساوية هو الكسر الذي بسطه x ومقامه 4 والطرف الثاني هو العدد 38 يجب أن نزح أربعة من الطرف الأول لكي يبقى فقط x إذن هنا لدينا عملية قسمة الكسر يعني قسمة البسط هو المقسوم والمقام هو المقسوم عليه إذن القسمة تصبح ضرب في طرف الآخر لكن انتبهوا يجب أن يكون العدد المجهول هو البسط والعدد الذي نريد أن نزحه هو المقام يعني المقسوم عليه والآن أربعة ستصبح في الطرف الثاني بعملية ضرب كما قلنا القسمة تصبح ضرب وأخيراً x تساوي 152 نؤثر هذه النتيجة ونلقاكم في موعد آخر إن شاء الله ومع درس آخر لا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا تفعيل الجرس وأحب كثيراً أن أرى تعليقاتكم وإلى اللقاء مجدداً